صباحكم الله بخير نرحب مرة ثانية بضيفنا الدكتور أحمد الهيفي رئيس الجمعية الكويتية للغذاء والتغذاء صباحكم الله بخير دكتور صباحكم الله بخير ويعطيكم العافية ومشكورين على هاللقاء حياك الله وإلا وسهلا فيك مشرفنا ومنورنا بتلفزيون لكويت كيتو برنامج إشراقة وطن طبعا قبل أن نطلع الهواء كان فيه سجال جدا مفيد ما بين الزميلة ورود والدكتور بأن الغذاء يعني فيه لغط فيه البعض يعني يقول كذا ولكن الحقيقة يعني مغايرة جدا للواقع يعني بتكشف الأمر اللي صار بيني وبينها يعني الحين بتكشف الأمر الحين وسر يعني نستفيد بالعكس ترى كل مناقشة ترى الواحد يستفيد منها يعني تجد منها الكثير من الإيجابيات بس بودنا نتعرف في البداية الثقافة الغذائية في المجتوى على الكويتين صحيحة أم في بعض من السلبيات بسم الله الرحمن الرحيم احنا مجتمعنا مجتمع الكويتي بشكل خاص يعني العربي والخير الكويتي بشكل خاص مش شعب مثقف في الصحة بشكل عام ولكن مع الأسف الثقافة قبل لا أقول شيء المشكلة لو نربط الثقافة مع الصحة من الطبيعي طبعا هذه دراسات تتفيد ذلك يعني كل ما زادت الثقافة كل ما قلت الأمراض احنا الشعب الكويتي هنا من أكثر شعوب العالم ثقافة وفي مجال الصحة ولكن لو ننظر المشاكل الصحية اللي كانت تصير عندنا السمنة أعلى شيء في العالم السكر كذلك نفس الشيء كل هذه المشاكل الصحية لها كل هذه المشاكل لها علاقة في الغذاء والتغذية نزيل احنا مثقفين نزيل مفروض نعرف الغذاء المناسب والمتنوع عشان نقيد هذه الأمراض اللي كانت تصير بس مع الأسف كانت تزيد إذن في خلل الخلل هو الثقافة مع الأسف أغلب ثقافتنا غير صحيحة الغذائية 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 الركز عليه الغذائية نعم احنا عندما نتكلم عن الأطفال هل الخلل في الثقافة ولا الخلل في التربية يعني والدلع الزايد لأن مرات الأمهات اللي بات يكونون مثقفين وما يكونوا خلاف على ذلك ولكن الدلعهم لأبنائهم يؤدي إلى الأمراض الدلع خنوخرا لصب نتكلم عن الثقافة الدلعها طبعا ما لا علاقة في الثقافة يا ما في ناس ما شاء الله عليهم يعني كنت أقول لك يعني مرات يكون في ثقافة بس أن ما يطبقون ثقافتهم على أبنائهم فهني تقع المشكلة إذا هي الثقافة هي الثقافة طبعا ثقافة لها علاقة في المعرفة الصحيحة في مجال الغذاء والتغذية إذا عرفنا الشيء الصحيح اتجهنا إلى المسار الصحيح في الصحة فالحين عندنا شيء من وين نحصل على الثقافة قالبا من أسهل المعلومات اللي نحصل عليها من حجي جوجل هذا هو وحتى بعد في وكالة يقولون فلان قال مثل قبل شوي شو قالت دكتور قالي دكتور دكتور ولد طبيب يعني إذن الطبيب هل متخصص في مجال الغذاء أو تغذية لا فلازم نعطي نخذ المعلومة من الصحاب الاقتصاص الطب علم والتغذية علم والهندسة علم مفرض كل واحد يحترم العلوم كل نفسها نعم فالطبيب ممكن يكون عنده معلومات سطحية في مجال الغذاء والدراسات تثبت ذلك واحدة دراساتنا اثبتت أن معلومات عنده لطباء في مجال الغذاء يعني مقبول إلى أقل بعد ليش نمو متخصصهم ما لومهم بس في دكاتور التغذية نزين يعني هذا السجال قبل شوي ايه في دكاتور التغذية لا حين شوي أقل وطيرة لا ما خالب لأ السجال غير كان بس في دكاتور التغذية فعلا يعني ما شاء الله عليهم دكاتور يعني شو أقول لك ذات قيمة ثقافية وعلمية ومتطورين ومتطلعين وفعلا الواحد يلجأ لهم ويشوف نتائج جيدة صحيا جسديا إذا كانت تخصص تغذية تخصص تغذية ودارسين 13 سنة في ولاية المتحدة وفي أوروبا بدون ذكر أسماء لأن كل الكويتين نعتز ونفتخر فيهم الحل دلال بس مو مخصص من هذا الطبيب بس احنا دائما دكتور نركز على المشاكل وننسى الحل احنا لو نركز على الحلول صدقني ما عندنا مشاكل الحل الانتشار هذه العادات السيئة لحضرتك ذكرتها الحل هو العلم نتبع العلم والعلم هم من أصحاب الاختصاص أنزيل شو المشاكل قاعد تصير في السنوات الأخيرة عندنا وزيادة المشاكل هذه هي سهولة الحصول على الأغذية الغير صحية يعني 24 ساعة الألو الأكل واصل الجنك فود الأشياء هذه بالإضافة الخمول قلت عندنا الحركة طبعا الرياضة والتغذية واجهان لعملة واحدة هو الصحة والرشاقة والشكل العام فقلت عندنا الحركة من خلال تواصل الأجهزة والاجتماعية وشرات هذه فبديلا عن الرياضة قمنا نتجه لهذه الأشياء فهذا الشيء يصير هنا السعرات الحرارية اللي نأخذها من الغذاء راح لي ما نحرقها فبالتالي تختزن كدهون نعم ونفس الشيء الأغذية اللي نأكلها إحنا غالبا تكون غير صحية وبالإضافة إلى التنوع والأهم هو الزياد الأكل نأكل بكميات كبيرة الكم والكيف يعني بس دكتور أحمد يعني هذا ما يعفي بأن الإنسان يسلك الطريق السليم مو إعفاء يعني إذا حضرتك تقول أن الخدمة السريعة والجنك فود مثل ما افكرتها الزميلة وهو يعني أشياء متناول اليد بس هذا مو معناها أن أنا أخذها لازم أنا أفكر صح ولا لا يعني مو معناها والله لأن هذا متوفر أنا بأخذها يعني دلأ أيس بغضب يعني مثل ما اتفضلت الزميلة قالت هذا دلأ فإحنا لازم نحكم عقولنا يعني نبتعد عن الشر ونذهب للخير وهو الطعام الصحي صح ولا لا حالة وعية بالضبط بس أنا بودي أتحدث عن الاحتفال بيوم الغذاء الكويتي تحت الشعار يعني إشراقت مستقبلنا شنون وصلت الفكرة ومتى نشأت هذه الفكرة طبعا أو شيء في جمعية أنشأناها وتم إشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تقريبا من ستة شهر أو سبتة شهر بالتحديد وهذا طبعا نفخر بالنسبة لنا احنا كأول جمعية تهتم في الغذاء والتغذية اسمها الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية أعتقد نحتاجها احنا في المجتمع الكويتي في ظل المشاكل التي تزيد عندنا في مجال الغذاء والتغذية طبعا نحن شكلنا لجان من خلال هذه الجمعية أحد هذه اللجان هي لجنة ثقافية والاجتماعية هدف هذه اللجنة هي إقامة الفعاليات التي تهم المجتمع وتثقيفها وتوعيتها في مجال الغذاء والتغذية فهذه الفكرة أتت مرادف إلى يوم الغذاء العالمي اللي فيه شهر عشرة كل سنة يصير فيه شهر عشرة وكل سنة له ثيم معينة واسم معين فالعالم مشاكلهم الصحية مختلفة عن الكويت أحيانا يصير نفس الشيء مثلا الفقر أحيانا يكون الشعار العالم عن الفقر وعلاقته في التغذية فنحن نعند بعض المشاكل أو مشاكلهم ما تصير نفس مشاكلنا فقلنا ليش ما نسوي يوم الغذاء الكويتي نشوف المشاكل الصحية عندنا في الدولة اللي لا علاقة بالغذاء والتغذية فبدأنا في أول يوم فعالية أن نمشي مع النشأة وهذه النشأة طبعا هي ماسكة الأثنين الأسرة والأطفال فبدأنا مع انطلاقة هالجمعية هي النشأة وهذا شيء جميل أن أنت ركزتوا على الطفل ونشأ يعني ليش معنا بس عشان نوضح إنه وايد مهم وقلت مساعدة دلع فلنوقف الأسرة نحاول نقيدها لا تدع لهم عيالكم دلعوهم شوي شوي صعبا جدا بس أعتقد ورود ينشطون في رمضان لأن هذه الموائد والخيرات الكثيرة في رمضان هذه لابد أن نضع لها حد بس يمكن دكتور يوافغني الرأي إن الإنسان مو شرط أن يحرم نفسه ولكن الكم و الكيف يختار الصح مع الكمية المناسبة طبعا الحرمان يولد انفجار بعدين صح واكتئاب ونفسية وإن شاء الله هذه نحن لا نحرم أي إنسان من الغذاء المفضل حتى لو يكون الغذاء شوية مو صحي نعطيه شوية بس ولكن أهم شيء عن صرور مقادير قليلة جدا طب أي هو الاعتدال بما يناسب حاجته اليومية مع التنوع الغذائي فهذه أهم شيء نرجع مساء على موضوع النشأة نعم طبعا إذا أعطينا الأولاد الفكر السليم والصحيب بما يناسب حركتهم وغذاءهم المفضل هني راح تكون عندهم خلاص يعني على طول الغذاء الصحي هذا غذائية طبعا إيه فهذا الدور هل عندنا سمنة الأطفال زايدة بالكويت طبعا إيه هي المقاررة مع الدول الثاني نحن على شيء بعد أنا عندي دراسات أطفالين هي أنا عندي دراسات منشورة بعد في كذا دولة أحد دراسات طبعا نسبة الإعمار المتغنيو 14-15 مراهقين بداية المراهقين نسبة الوزن الزاد والسمنة 44 ملئمية الوزن الزاد مع السمنة 44 ملئمية وطبعا البالقين الوزن الزاد والسمنة 78 ملئمية طيب دكتور يعني حاضرتك ذكرت بأن الغذاء الكويتي يعني غني غني جدا بكثير من ما لذ وطاب بين الأطباق الشهية صح ولا لا يعني معناها يعني ممكن نحن نقول أن الغذاء الكويتي هو مسبب للسمنة بينما تجد في البلدان الأخرى يعني تلقاها يعني أخف منه في الوزن وأكثر رشاقة وأكثر نحافة صح هذا شيء أم لا الغذاء هو الغذاء الغذاء هو الغذاء في أي مكان نعم بس طريقة الطبخ والتحضير 24 ساعة جدامنا للأكل روح المكاتب أي صح روح المكاتب في المكان شو الجدام يحطون دوامات دوامات صارت أي مركز للسمنة هذا هو قطية ما قطية شدي فهذا اللي يصير يعني الغذاء هو نفس الشيء أول شيء التحضير عندنا في غذائنا اليوم المكشابيس والأكل الشراط هذه هاي غالباً تكون يعني فيه معاها الدهون دهون بس التقديم مو غالباً دائماً هذا هو مو غالباً يحاول أخفف شوي يعني مرات ترى أمانتين مرات في بيوت يعني يحاولون يستخدمون الزيوت الجيدة للطابق يقللون الدهين صح يعني يقللون الملح هذا بدي وضح معلومة فضلا وبالهم ترى زيت الزيتون إن صحي في كل شيء لا فيه زيت العنب مو زيت الزيتون فيه زيت عنب حلو هذا شنو أول مرسمك حلو والله ها صور ويدزلك نعم نعم طبعاً زيت الزيتون يعتمد على الصحة صح مثلاً حين العسل مفيد أو لم يفيد مفيد أنا أقول مو مفيد بس لحظة شوي شوي أيها محدش يضرب أيها محدش يضرب الزيت الزيتون مفيد أو لم يفيد مفيد بس متحرقون إذا حرقتوا يصبح مو مفيد مشكل عام الغذاء يعتمد على حالة الصحية نرجع مراتين للعسل أيها العسل إذا كان واحد عندها سكر يفيد بيضر لك زيت الزيتون مفيد بس إذا كان واحد وزن زايد ومعتمد على زيت الزيتون يزيد وزنه هو مفيد بس يتمد على الحالة الصحية صح نرجع مراتين على المشابيس والأكل وشارات هذه النوعية نوعية الغذاء الغذاء هو غذاء في أي مكان يعني المشكلة هي تقديم الأطباق عندنا الكمية الكمية هذا هو الكم والكيف فهذه مشكلة عندنا مشاكل الكمية فدور إحنا الشراغة المستغملة الفعالية التي سوناها بالأفنيوز هذه الفعالية كانت تطبيق عملي نحن نريد أن نوصل المعلومة إلى الطفل بتطبيق عملي حتى واحدة من الأشيط التي سوناها كيف تحضر الوجبة الصحية للمدارس فسونا مسابقات ما بين مجموعة الأطفال مجموعتين من يحضر هذه المجموعة في أحد المجموعة كانت ضحك طلعوا حليف ولبل نفس المجموعة طلعوا خيارة وخيارة ثانية نفس المجموعة لماذا؟ لا يعرفون بعد ما يعرفون فلازم نعطيهم التنوع الغذائي التنوع الغذائي مهم جدا وحتى الوقت وحتى الوقت صح؟ يعني مثلا شنو في عندنا عادات سيئة يعني الحين تغدوا نزيل على طول ما صار خمس زقائق ما مدارهم وقعدوا شاي وسويت وفاكهة عقب الغداء المفروض يكون فيه توزيع مثلا ساعتين ثلاث ساعات بين كل هذا أفضل نظام إنه ما أحرم نفسي فترة أكثر من أربع ساعات لازم يكون بشكل يعني يعني تو سناكس يعني وجبات خفيفة بس متى ناكل حلو وما ناكل حلو هذا يعتمد همع على العالة الصحية أنا أفضل قبل وجبة رئيسية بساعتين اللي هو تناول الحلويات يعني الحلو أي حلو سواء فاكهة سواء حلو أفضل قبل وجبة رئيسية بحدود ساعتين ساعتين علشان تعطيها وقت أن تنهضم يعني لا بالنسبة هذا يهم أكثر شي سايد أوزالهم هذا أهم شي شو طريقة كالسكر يرتفع مع الإنسولين بعد ساعتين الإنسولين ينزل هذا السكر فبعد ساعتين ثلاث ساعات تقريبا يصير عند الإحساس في الجو في الجو فيه هذا يكون وقت الوجبة الرئيسية إذا خدت الحلو بعد الوجبة الرئيسية ممكن بعد ثلاث ساعات ودي آكل ثلاث يتخدي فيحفز الأكل الزيادة طيب هل بعض النغاط أعتقد يعني أنت أصدقائك جدا ويحبونك لهم النباتيين أعتقد والله أنا مجرد شعور يعني مجرد شعور أنت فيجتيرين لا لا أنا فيجتيرين شكلك مجردين لا 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 أنا عندي إحساس بأن أصدقائك أنت النباتيين صحة أو لا ما أعرف لا في واحد منهم أنا أعرف نباتي ودائما نزل معلومات نباتية شفت أختلف معه في بعض النقاط بعض النقاط أختلفها وطبعا النباتيين هم صحيين بس عندهم نفس وشكوا ما شاء الله ضعاف وعندهم طاقة مشارك أنا شايفة أن يكونون أكثر حركة بس لازم يحتمون في فيتامي بي 12 نباتي بي 12 أي لازم لن يوجد فيه عنصر القذائي هو نوخد كبورسات يعني البي 12 أو كبوب أو أوبر صح؟ بي 12 ممكن يعني أوبر أو اللاب لاحظنا في الأونة الأخيرة يعني نزولكم إلى الميدان أكثر من ما كان في السابق لأساس أنك تلمسون يعني نبض الشارع واستجابتهم لقيتوا الشيء هذا كان في استجابة من الجمهور من خلال ما تقدمون من بروشورات ويعني معلومات عن الغذاء نحن ترى الجمعية ما صرتهم شهر وأول فعالية لقبل الأشرة هي بس يعني في استجابة من ناحة حضور الجمهور ذاك اليوم في الأفنيوز كانوا يتفاعلوا ويحاولوا يشاركون أولادهم فهذا أول مرة فأحنا ما نغيسها من أول فعالية إيه بس إحنا مو بس سواء جمعيتكم أو الحملات الأخرى عيادات لايضا نشوفهم ينزلون للمولات يعني مباشرة فايس تو فيس مع الجمهور مع الأطفال هذا شيء صحي هذا شيء صحي هذا السؤال وقت مناسب يحتمد يعني مثلا الرياضة قبل أثناء الصيام هذا يخالف العلم معبولة حتى قبل الفطور بساعة نصاعة هذا غير صحيح منصدشك نعم شنو السبب بس عفوا هذا ترعى الفكرة تخصص في تغذية ورسالتي بالدكتوراه كلها كانت عن نشاط البدني وعلاقتها في السمنة جميل بس عطني الأسباب ليش غير صحية قبل الفطور بشكل سريح ايه بشكل سريح اللي يتمرن قبل الفطور هل عنده قدرة شدة قوية ولا يكون خامن مو تمرينا نحن نتكلم عن المشي اه افضل وقت نحن نتكلم افضل وقت افضل وقت للتمريل الرياضي اه اذا انت اذا انت صايمة هل شدة شدة القوة البدنية عندك مثل ما انت فاطرة لا طبعا هذا واحد المدة زمنية ممكن تتحملين مدة أطول ولا أقل أقل طبعا اقل اذا حرق السعرات الحرارية والدهون مرتبطة في عاملين اساسيين المدة زمنية والشدة الزمنية واضحة الصورة اي اوضف هذا أكثر انا واضحة اي اما بالنسبة اي اي اما المعلومات اللي تقدم في انه هذا افضل وقت اللي حرق نسبة الدهون حرق الدهون بس نسبة الدهون انا صايم من غير لا تمرن احرق الدهون بل ما تمرن وانا صايم اكيد احرق نسبة الدهون ولكن من يغذي الدهون هي السعرات الحرارية اذا زادت المدة الزمنية والشدة الزمنية احرق سعرات حرارية اكثر وبالتالي اقطع اقطع العروق التي تغذي الدهون طيب دكتور سؤال اخير يعني لو سمحتنا يعني بصفتك رئيس الجمعية الكويتين للغذاء والتغذية لابد ان يكون هناك افكار مستقبلية جديدة يعني ممكن تعطي افادة اكثر للجمهور من خلال حديثك وطرحك عن الغذاء السليم فيه طبعا انت ما شاء الله المعلومات هذه من المتاخذها والله من الزملة الافكار الافكار هذه الافكار من الزملة ما شاء الله الله تهم العافية ان شاء الله بالنسبة الافكار شنو اهدافنا المستقبلية طبعا ها هو شيء يوم الغذاء الكويتي رح يكون كل سنة ان شاء الله وفيه عندنا مؤتمر عربي رح يكون حاطي بالنف يكون في شهار 12 المؤتمر العربي الخامس للتغذية بالاضافة الى 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 فكرة ان شاء الله رح تطبق باذن الله يكون لم شمل العرب في مجال الغذاء والتغذية باسم معين ان شاء الله ان شاء الله بذن الله احنا انتمنى لك التوفيق بس انا سؤال قبل الاخير قبل الاخير كل شواره لا لان احنا مركزين على الطفل في الجمعية وفي يوم الغذاء وهنا الامور هذي والنشأ في وايد من الاسر يحملون الافطار الترويئة فهي اساس ترويئة ريوق 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 هل اقول شملات الكل ايه ترويئة الطف شوية طبعا وهذا يعني من العادات السيئة الغذائية اللي جدا سيئة فنبيك توضح اهمية الافطار احنا نزلنا اعلان وكان يعرض هذا الاعلان فيديو في السينما عن تجنب وجبة الفطور الترويئة ترويئة جازت لك هذا ايه حلوة ترويئة يندلع موسيقى تقول تدلع ولا لا طبعا راح يكون في خمول في تعب في عدم تركيز وبالتالي يؤثر على التحصيل العلمي هذا اذا الشخص يتجنب وجبة الفطور انا اكثر واحد تجنب وجبة الفطور هي زينة زينة طبعا مهمة بس في ناس ماخدينها تريق ريوق شنو الملوك هذا هو فرص صحيح احنا في توزيع مثل ريوق 30% الغداء 40% على عجالة افضل الفطور شنو مفطور رمضان الفطور يعني للصباح نفطار الترويئة انا بالنسبة لي انا افضل تجنب متجنب يعني افضل ان نؤخر المنتجات الالبان الى ما بعد الغداء الغداء وورا فبالتالي ناخذ العصائر بيضاء على السريع صغيرة بروتين ونشويات فضل يورو يقولك خيتام 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 احنا دكتور يعني صراحة ما خلصنا الله تكبر موضوعنا ويعني نحب نتعلم ونستفيد اكثر منك ونبيك توعدنا انك ان شاء الله تكون ضيفنا مرة ثانية تشرفني والله مواضيع اخرى ان شاء الله غذائية اكيد بس يعني مواضيع ثانية تشرفنا بوجودك انتمنى لك التوفيق شكرا ونعتز ونفتخر فيك كدكتور كويتي ما شاء الله لكباع في هذا المجال اللي هو التغذية والاحتفال بيوم الغذاء الكويتي شي جميل وان شاء الله نتمنى لها طبعا الاستمرار وكل سنة ننتظر منكم امور ومواضيع يديدة وهذا واجبنا ترى حياك الله اهلا وسهلا فيك شرحنا مشاهدين الكرام كل الشكر لضيفنا الدكتور احمد الهيفي رئيس الجميع الكويتين للغذاء والتغذية مشاهدين نقلب ونذهب مع الاستاذ فؤاد المقهوي اشتركوا في القناة